مرحبا بكم اليوم في الفيديو جديد سوف نرى جوج للدروس مهمة في مكوين الجنغرافية لتلميذ أول باك العلوم هذه الدروس هي جوج المجال المغربي الموارد الطبيعية والموارد البشرية الدرس الثاني هو العالم العربي مشكل الماء وظاهرة التصحر نبدأ بالدرس الأول والموارد الطبيعية والموارد البشرية كما عارفين أن بلادنا والمغربي يتوفر على موارد طبيعية وبشرية مهمة إلا أنها تعاني من مجموعة من المشاكل سنطرق لها طبيعة الحال من بلاد والمغربي لا يردع يديه سيقوم بجموعة من الأساليب من أجل تدبير هذا الخصص المائي من أجل تدبير الخصص المائي ومن أجل تنميات الموارد البشرية لإيطال المرجعي طلبنا أن نتعرفه على مجموعة من المحاور أولهم هي وضعيات الموارد الطبيعية ثاني حاجة أساليب تدبير الموارد الطبيعية من بعد سنرى وضعيات الموارد البشرية وأساليب تدبير الموارد البشرية نبدأ بالموارد الطبيعية فنقول الموارد طبيعية نقصد الموارد المائية الطربة ، الغابة ، والموارد البحرية نبدأ بالموارد المائية في المغرب يتوفر أو لا تتوزع الموارد المائية على المغرب بشكل متباين ويتركز 33% منها في المناطق الأطلنتية هذا لا يعني بأن المغرب لا يواجهش خصص في الماء لأن الماء يوجه بجموعة من المشاكل كالجفاف كالتلوت كالاستعمال غير معقلا والاستعمال المفرد هذا بالنسبة للموارد المائية ندوز الثربة ضعف الأتربة في المغرب و13% من الأراضي غير صالحة للزراع كذلك تواجه مجموعة من المشاكل كزيادة الملوحة كالانجراف كالتعريا كالاستعمال المفرد الملوحة إلى آخر الآن ندوز الغابة فالمغرب عنده ضعف المجال الغابوي كما أن الغابة كتواجه مجموعة من المشاكل كالحرائق كالرعي الجائر تلوث وما إلى ذلك ندوز الآن الموارد البحرية فبالنسبة للموارد البحرية يمكن أن نقول أن المغرب يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل هذه السواحل تتميز بوجود مجموعة من الأصناف البحرية لكن هذه السواحلة لا تتعاني من المشاكل في طبيعة الحال تتعاني من مجموعة من المشاكل كعدم احترام في طرط الراحة البيولوجية بالإضافة إلى نقيرات بعض أصناف البحرية وإستخدام تقنيات وأساليب تقليدية في الصيد موارد الطبيعية في المغرب هذا الشيء نرى أن كل موارد يعاني من مشكلة طبيعة الحال الدولة لا تربع شدةها ستقوم مجموعة من التدافير نبدأ بالموارد المائية كيف ندرس الدولة لتحافظ لنا على الموارد المائية؟ أول حاجة التنقيب عن المياه الجوفية ثاني حاجة بناء السدود لتجميع المياه ثالث حاجة معالجة المياه المستعملة والتوعية والتحسيس بأهمية الماء ندرس الآن للطربة أول حاجة سيقوم بتشجير لمحاربة نجراف الطربة ثاني حاجة سيبني الحواجس لأنهم يحدوا من زحف الرمال و سيبني المدرجات لأنهم يحدوا من التعريح هذا الشيء بالنسبة للطربة بالنسبة للغابة بالنسبة للغابة أول حاجة إصدار قانون حماية الغابة تأسيس المندوبية السامية للمياه والغابات كذلك أنهم يقوموا بالتشجير ومحاربة الرعي الجائل والحرائق ندرس الآن للثروة البحرية ندرس الثروة البحرية أول حاجة والتي يحترام أوقات الراحة البيولوجية مراقبة كمية وحجم أنواع المصطعدة يعني الأسماك المصطعدة ثالث حاجة مراجعة الاتفاقية صيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وعاد وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري سوف نرى أساليب تدبير الموارد الطبيعية سوف ندرس الموارد البشرية سوف نرى الوضعية في الموارد فالموارد البشرية أول حاجة سوف نتعرفه على السكان ولا على عدد السكان يبلغ عدد السكان حوالي 33 مليون مسامة حسب إحصائيات 2014 سوف نترقل الفئة المهيمين والفئة المهيمين هي الفئة النشيطة السكان والتراوحة بين 15 سنة حتى تعدى 50 سنة بنسبة 61% تليها فئة الأطفال أقل من 15 سنة فقط بنسبة 32% بالنسبة للنموذ الديموغرافي يتجه هرم الأعمار إلى انخفاض الولادات والوفيات معا جيدا هذا من جهة قلنا انخفاض الولادات والوفيات معا الآن السكان يستقروا أكثر يستقروا في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية لماذا؟ لأن يتوفر فرص الشغل ملاءمة الظروف الطبيعية إلى آخرين خاصة نعرفه بأن مستوى التنمية يتعتبر متوسطا لدى ساكينة المغرب لماذا؟ لأن نسبة البطالة مرتفعة خصوصا في المجال الحضاري لأن نسبة الأمنية غدوم كترتفع حيث بلغت 43% بالإضافة إلى ضعف تأطير الصحي وضعف المؤسسات الصحية وكذلك مستوى متوسط الدخل الفردي بحيث يبلغ 4000 دولار سنويا هذا الشيء مكافي إذن سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين فهنا بطبيعة الحال الدولة ستقوم مجموعة من تدابير لكي تعلج هذه المشكلة أولها وهي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكي تقوم على ثلاثة ديال المحاور أول حاجة تجاوز العجز الاجتماعي ثاني حاجة تحسين مستوى الدخل الفردي ثالث حاجة وهي الاهتمام بدوي الإحتياجات الخاصة كما كان لحظوا بأن دوي إحتياجات الخاصة أطفال دوي إحتياجات الخاصة رولوتهم يقرأوا في المدارس يعني رولوتهم يدخلوا للتكوين إلى آخره مزيان الآن سنضروا إلى الفقر لكي نحاربوا الفقر الدولة بطبيعة الحال ستقوم بجموعة من الأساليب أول حاجة أنها تقوي الرأسمال البشري لكي تقوم بتصليح التعليم تكوين إلى آخره ثاني حاجة أنها تهتم بالمشاريع العمومية كطرق الماء الكهرباء ثالث حاجة أنها تهتم بالمشاريع المديرة للدخل بحال مثلا أنها تقدم قروض باش تنشأ تعاونيات فهذه يعني مشاريع مديرة للدخل مزيان هكا سننزلنا الدرس اللول والذي هو الدرس اللي يختص بالمجال المغربي موارد الطبيعية والبشرية الآن ندوزه العالم العربي مشكلة الماء ظاهرة الصحور إذن إطالة المرجعي شنو كي يطلب مننا تعرفوا في هذا الدرس هذا أول حاجة على شنه هي مظاهر الخصاص المائي ثاني حاجة شنه هي الأسباب للعوامل الخصاص المائي ثالث حاجة شنه هي الإجراءات المتخدة لمعالجة الخصاص المائي نفس الحاجة سنشوفه بالنسبة للتصحر مظاهر مشكلة التصحر عوامل مشكلة التصحر والإجراءات المتخدة لمعالجة مشكلة التصحر نبدأ بالخصص المائي أول حاجة سنشوفه مظاهر الخصص المائي خاصة نعرفه بأن العالم العربي يعني يسيطر بنسبة 10% من مساحة العالم وعلى حوالي 5% من مساحة السحويد فقط على 0.5% من مجموع المياه المستعملة عبر العالم ويتوقع أن 13 الدولة تولي تحت خط الفقر المائي نصيب الفرض حاليا نصيب الفرد يبلغ نصيب الفرد ويتوقع انخفاض النصيب حتى أنه يصل إلى 600 متر مكعب في سنة سلسلة 2020 هذا سنة سلسلة 2023 المهم هذا هو مظاهر مشكلة الخصاص المائي ما هم الأسباب الخصاص المائي سنرى في ثلاثة المجالات أولا سنرى في النمو الديمغرافي ثم سنرى في المجال الاقتصادي ثم سنرى في الميدان السياسي أولا سنرى الغازة المائي يرتبط بالنمو الديمغرافي بحيث أنه فقط ما تزيد السكان فقط ما ارتفع عدد السكان كل ما ينخفض نصيب الفرد من المائي ثاني حاجة يختلف استعمالات الماء حسب القطاعات الاقتصادية فوق القطاع الفلاحي يستهلك 88% من نصيب الماء أولا من المياه لماذا؟ لأنه بسبب صغير تقليدي يليه الاستهلاك المنزلي يستهلك فقط 0% ثم الاستهلاك الصناعي يستهلك فقط 5% خمسة في المئة مزيان خمسة في المئة هذا سيؤدي إلى تزايد طالب الإجمالي على المياه الذي يبلغ 575 مليار متر مكعب في أفق 2025 لماذا؟ بسبب النمو الديمغرافي السريع والتطور الاقتصادي مزيان لا ننسى بأن الخاصة المائية يرتبط بالجانب السياسي والجانب السياسي لماذا؟ لأن الماء كلاه بحث دور مهم في رسم منطقة الشرق الأوسط لماذا؟ لأن هذه المنطقة تتمييز بحث الكتافة السكانية بالإضافة إلى عدم كفاية الأراضي الزراعية وهذه الأراضي الزراعية لا تحقق الأمل الغذائي للساكنة مزيان إذن هاتش هذا سيؤدي نظرا لقلة المياه فالدول مع بعضيتها سيبدأ ونضم بيناتها المشاكل إذن تصارع الدول فيما بينها حول مجاري المياه الرئيسية صارع لي كان ما بين روسيا والعرب حول حوض نهر الأردن صارع لي كان ما بين سودان ومصر حول حوض نهر النيل صارع لي كان ما بين تركيا وسوريا والعراق حول بلاد ما بين النهرين كانت العوامل المرتبطة بالخصص المائي و لإدات ضعف المياه الآن سوف ننزل أساليب لتخذت الدولة إذن الدولة التخذتها للدولة العربية و للدول العربية تخذت عدة إجراءات لتعالج إشكالية الخصص المائي أول حاجة قامت بإنشاء السدود لتجمع المياه و التحكم في الفيضان الثاني حاجة تحليات مياه للبحر خصوصا بالخليج العربي تمت تحليات مياه للبحر ثالث حاجة والتي هي الاعتماد على المشاريع النموذجية كالنهر الاصطناعي الذي كان للدار في ليبيا الذي يهدف إلى نقل المياه الجوفية عبر أنابيب ضخمة من جنوب البلاد إلى الشمالية بالإضافة طبيعي للتوعية و تحسيز بأهمية الماء هذه هي الإجراءات المتخذة للمعالجات إشكالية الخصص المائي الآن ندزل التصحور أول شيء ما هي مظاهر مشكلة التصحور سوف نعرف بعد ما هو التصحور التصحور هو واحد ظاهرة طبيعية تميز تدهور الإنتاج البيولوجي للأرض و ترتبط بالتقلبات المناخية و تدخل السلبي للإنسان في المناطق الجفة و شبه الجفة و شبه الرطبة و المناطق المدارية من المطاهر المشكلة التصحور أول شيء نضوب المياه ما نقصد نضوب المياه؟ أي جفاف الأنهار و العيون و الأبار بالإضافة إلى الترمل و الإقحال و التجفيف بمعنى زيادة حدة الجفاف كذلك الغطاء النباتي الطبيعي تهوة ضهورة بالإضافة إلى زيادة ملوحة الأرض و تراجع خصوبة الثربة بمعنى غياب العناصر العضوية و المعدينية و هيمنة الأراضي المتصحرة هيمنة حتى وصلت النسبة لها الـ 68% بالإضافة إلى أنه الأراضي تحول أولا مجموعة من الأراضي التي تصل حتى الـ 650 كم مربع كل هذه التحولات للأراضي متصحرة فقط في 50 سنة هذا سيؤدي إلى تزايد خط جبهات التصحر في أطراف الصحراء نمر الآن عوامل مشكلة التصحر هناك العوامل عوامل طبيعية و عوامل البشرية عوامل طبيعية تتمثل في التقلبات المناخية كقلة الأمطار و تزايد درجات الحرارة سوء توزيع الأمطار و من بعد تزايد حدة التعرية و الإنحدارات هذا العوامل طبيعية العوامل البشرية العوامل البشرية تتمثل في الاستغلال الزراعي المكثف دون إراحة الأرض الشيثات الغاباوي استنزاف المياه البطينية و السطحية بفعل السقي التقليدي و المكثف و الرعي الجائري لذلك كلها عوامل البشرية أدت إلى مشكلة التصحر طابعة الحال يجب أن نطرق الإجراءات لتخذها الدول العربية لكي يواجهوا مشكلة التصحر هناك تدابير تقنية تدابير اقتصادية تدابير اجتماعي وتدابير أول حاجة تدابير التقنية تدابير تقنية مثلا كقيام بعملية التشجير تسبيث الرمال حماية طربة من التعرياء بناء المصدات الزراع حسب خطوط التسبياء و العمل بنظام تناوب الزراع هذه واحدة تناوب الزراع مثلا هذا العام سوف نزرع بطاطا سوف نزرع مطيشة مثلا هناك تدابير اقتصادية مثلا كصيانة أنظمة الإنتاج في المناطق الجافة بالإضافة إلى تكيف الإنتاج الاقتصادي مع خصائص البيئة الجافة ووضع خطط وطنية لمحاربة التصحر بالنسبة التدابير الاجتماعية كمحاربة الفقر وتحسين الوضعية المعيشية لسكان المنطقة الجافة محاربة الجهل والأمية والتوعية بخطورة التصحر تدابير أخرى تدابير أخرى مثلا كأن الدول العربية قامت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية تحارب التصحر ثم تنصيق التعاون بين الدول العربية لكي يواجهوا إشكالية التصحر إذا سيداتي وسادتي سألنا دروس هذا لديه نقطة مشاركة والتي هي الموارد المائية والماء مع لنا تعرفنا في هذا الفيديو هذا على درس المجال المغريب الموارد الطبيعية والبشرية وتعرفنا على العالم العربي في مشكلة الماء وظاهرة التصحر هكذا سألنا فيديو جانيوما نتمنى تستفتون ونطلق معكم فيديو جديد سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر